من استنبول معي رئيس دائرة الإعلام في الاتلاف الوطني السوري أحمد رمضان هل أستاذ أحمد بدنا نتحدث عن تهيئة لسوتي؟ يعني إلى حد ما أستاذ محمود لا نريد أن نغرق كثيرا الحقيقة في موضوع سوتي ربما لأن الجانب الروسي لا يعرف حتى الآن الأرض التي يقف عليها في هذا الموضوع بالذات الموضوع أكثر تعقيدا مما يمكن تصوره القضية ليست مجرد مبادرة روسية يمكن دعوة الأطراف السورية إليها لا بد أن يكون هناك توافق إقليمي توافق دولي أيضا حول طبيعة هذا المؤتمر وأيضا أن تكون هناك قناعة لدى الأطراف السورية الفاعلة والمؤثرة وتحديدا في طرف الجانب قوى الثورة والمعارضة وهو أمر ليس متوفرا حتى الآن بالنظر أنه لا توجد دعوة لا يوجد حديث عن طبيعة هذا المؤتمر عن تقدير للمخرجات المتوقعة منه وإذن هناك محاولة روسية يستخدم فيها الجانب الإعلامي للإيحاء واستخدام هذا المؤتمر كورق الضغط على مختلف الأطراف لكن أعتقد أن هذا المؤتمر لن يكون مصير أفضل من مصير محاولات روسيا الأخرى التي حاولت فيها أن تسحب الملف السياسي إليها من جنيف لكنها لم تفلح في نهاية المطاف وبقيت جنيف هي المكان الأساسي للحل طب باعتقادك زيارة ديمسورة إلى موسكو هل هناك نية الآن أو على الأقل محاولة أممية للضغط أو الإقناع الجانب الروسي بضرورة الضغط على جانب النظام السوري للمضي قدما أكثر في هذه المفاوضات بكل تأكيد هذا جزء أساسي من الزيارة علينا أن نلاحظ أن ديمسورة سيتحرك إلى موسكو من نيويورك حيث التقى هناك المرجعية الأممية والأمين العام هناك بداية الرسالة ذهبت من الأمين العام للجانب الروسي لوزير الخارجية لافروف تناولت موضوع سوشي تضمنت شروط وصفت بأنها قد تكون تعجيزية فيما يتعلق بعقد هذا المؤتمر لكي تكون الأمم المتحدة حاضرة أو موجودة فيه حتى الآن لم يفي الجانب الروسي بمتطلباتها جزء من النقاط سوف يتناول هذا الموضوع جزء آخر بالتأكيد سيتناول سلوك النظام في جينيف وتعطيل عملية التفاوض والحل والدور الروسي المتوقع لأن هناك التزامات سابقة من قبل روسيا وضعت على أنها سوف تضغط على النظام لإحضاره إلى المفاوضات وإشراكه فيها أيضا لكن هذا الأمر لم يتم تم إحضار وفد النظام لكنه في النهاية تمرد ربما على الأوامر الروسية واتبع الأوامر الإيرانية التي طلبت منه العودة إلى دمشق والعودة إلى التصعيد الميداني طب أستانا ما الذي يمكن أن يناقش فيه خصوصا أنه ما زلنا أيام قليلة بعد جينيف ثمانية يعني أستانا عنيت أساسا بما يسمى البيئة التفاوضية قضية وقف إطلاق النار المعتقلين اللاجئين الحصار لكن للأسف الشديد رصيدها في كل هذه القضايا بدى ضحلا للغاية لم تستطع أن توقف إطلاق النار وتحدثت عن خفض تصعيد مؤقت وليس دائم وأيضا مشتزأ زمانيا ومكانيا لم تستطع أن تلامس ملفات المعتقلين لم تستطع أن تترك بصمة في قضية الحصار ما زالت قضية الحصار شائكة وأيضا مستعرة ونلاحظ عدد الوفيات الآن في الغوطة الشرقية وبالتالي العودة إلى ملف المعتقلين الآن وطرحوا في أستانا لا أعتقد أنه سوف يشكل أي محاولة اختراق فعلية ربما يحاول الروس الآن أن يخرجوا ببيان مع الدول الضامنة يوجد نوعا من الربط الفني بين أستانا وبين سوتي تمهيدا للانتقال إلى الملف التالي ويجب أن لا يتم ذلك لأن هذا الموضوع الذي عني بهذه القضايا الإنسانية ليس له رصيد حقيقي فيها ونحن الآن نحاول إعادة هذا الملف كاملا إلى جنيف لأنه من مسؤولية الأمم المتحدة ولا يمكن يعفال الأمم المتحدة عن المسؤولية في تطبيق جزء أو كل القرار الدولي طب تصريحات الروسية بأنه ما زالوا يرون بالأسد رئيسا شرعيا للبلاد هل هذا نتحدث عن محاولة جديدة أو مستجدة أو متجددة دعني أقول لوضع عراقيل أمام المفاوضات يعني لا جديد في هذا الموقف لكن ما هو ربما جديد التوقيت يعني عشية استقبال ديمستورا أن يطلق هذا التصريح هم لا يريدون مزيد من الضغوط ربما عليهم أو على النظام لأن سلوك النظام في جنيف كشف حدود التأثير الروسي فعليا على الأرض لا يمكن القول أن روسيا الآن أصبحت هي القوى المؤثرة المطلقة على النظام بوجود الإيراني الذي يملك قواعد ويملك الآن أكثر من 120 ألف بين مجند ومرتزق في عموم الأراضي السورية وبالتالي الروس يريدون أن يعملوا نوع من كبح جماع للتغول سواء الدولي عليهم أو بعض الدول فيما يتعلق بالضغوط التي يتم ممارستها حول جنيف وحول سلوك النظام فيها لكن بكل تأكيد التصريح الروسي أيضا هو محل إدانة ومحل استنكار وهو نوع من الرسائل المتباينة المتناقضة التي تصدر بين فترة وأخرى منها على سبيل المثال الآن تعقد أستانا بينما الليلة الماضية ارتكبت مجزرة في ريف إدلب أدت إلى 16 شهيد من الأطفال والنساء وقرابة 40 جريح وقبل بأيام مجزرة أخرى هذا السلوك المتناقض لا يمكن فهمه إلا ضمن مجموعة الرسائل المتخبطة التي تصل من موسكو للأسف شكرا لك من استنبول رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان